موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت بيع ماسة السلام في نيويورك تنوي سيراليون أن تبيع ماسة استثنائية من حيث حجمها أطلقت عليها اسم ماسة السلام خلال مزاد في نيويورك تسعى من خلاله إلى طي صفحة ممارسات الإتجار المعروف بماس الدم وفق ما أعلنت السلطات وقد عثر عمال في شركة منجمية على هذه الحجرة البلغة 709 أقرطة والتي تعد أكبر حجرة ثمينة مكتشفة في سيراليون منذ نصف قرن تقريبا في منطقة كونو الشرقية الغنية بالماس إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنوانت حبة دواء واحدة تحرق الدهون وتغنيك عن الرياضة وتساعد على نمو العضلات وجد أستاذ الدراسات البيولوجية رونالد إيفنز الصيغة الكيميائية لتطوير حبة دواء تقوم بحرق الدهون وتساعد على نمو العضلات وتساعد الصيغة الكيميائية على تنشيط المسارات الجينية في الجسم لزيادة القدرة على تحمل العمل الشاق مع صحيفة الخليج الإماراتية التي عنوانت طالب يطبع روايته الأولى بأنفه أصدر طالب في جامعة الزرقاء الأردنية روايته الأولى عاشقة صاحب الكرسي التي طبعها بأنفه لسبب معانته من شلل دماغي منذ الولادة وذلك في حفل مساء أمس الأول قدره وزير الثقافة وشخصيات أدبية وفكرية وفنية وقال المعتصم بالله أبو محفوظ على همش توقيعه نسخا من روايته بتقنية موازية إنها تناقش خمسا وعشرين قضية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صحيفة الإمارات اليوم التي عنوانت هير كالر داي لنساعدة في تغيير لون الشعر بطريقة رقمية ينتمي تطبيق هير كالر داي إلى متجر أب ستور ويساعد مستخدمه في تغيير لون شعره بطريقة رقمية يتعرف على اللون المناسب لبشرته في ثوان معدودة وكل ما يقوم به مستخدم التطبيق هو اختيار إحدى صوره وتحديد حدود الشعر ثم تبديل ألوان الشعر المختلفة من القائمة المتاحة في أسفل الصورة ومع صحيفة الوسط البحرينية التي عنوانت تقنية جديدة يمكنها توفير أربعين في المائة من احتياجات العالم من الكهرباء طور الباحثون في ولاية بنسلفينيا تقنية هجينة جديدة تدمج أكثر الطرق المتاحة حاليا فعالية من أجل استخلاص الطاقة الناتجة عن الاختلافات في تركيزات الملح في المياه وتولد تقنية الدمج الجديدة كميات غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية في الأماكن التي تلتقي فيها المياه المالحة بالمياه العطبة ترجمة نانسي قنقر